مدمن توظيف عشرة نصائح وقحة في العمل والتوظيف عن بعد تأليف رامي عيسى مؤسس شبكة انطلق للتوظيف عن بعد التعليق الصوتي محمد نور الأحدب بالمختصر المفيد أكره المسلسلات المليئة بالقصص والتفاصيل المملة حتى فكرة مشاهدتها على مدار الساعة ولمدة شهر أو شهرين تصيبني بالجنون لذلك حاولت قدر الإمكان اختصار نصائحي لتكون سهلة الفهم أثناء رحلتك في البحث عن فرصة عمل عن بعد هذه النصائح ليست كتابا مقدسا هي مجرد عصارة خبرة الشخصية واحتكاك مباشر بأصحاب الشركات والباحثين عن عمل داخل شبكة انطلق التي أسستها وأتولى إدارتها حاليا قد تختلف بيئة العمل من شركة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى لكنها متشابهة بالمجمل وإلى حد كبير أو على الأقل هي كذلك في منطقتنا العربية لذا دعونا نبدأ بالمفيد الفاتحة على روح السيرة الذاتية على مدار خمسين عاما كانت السيرة الذاتية أحد أفضل الوسائل المتاحة على مستوى العالم للحصول على وظيفة في سوق العمل كل ما عليك فعله هو أن تأتي بورقة وقلم وتكتب المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي لديك ثم ترسلها إلى الشركة التي تريد العمل لديها لينتهي بك المطاف بالحصول على الوظيفة المطلوبة لكن ومع الأسف لم تعد تلك الطريقة تجدي نفعني اليوم حتى ولو لم تنقرض لأنها تحولت من شيء لا يمكن الاستغناء عنه في عملية التوظيف إلى مجرد خطوة روتينية هدفها توصيف بيانات المتقدمين وتسهيل عملية فرزهم من قبل صاحب الشركة لا أكثر لذا أنصحك بأن تنسى سيرتك الذاتية قليلا وتركز على سمعتك وعلامتك الشخصية في جوجل وفيسبوك وإنستجرام فهي سيرتك الذاتية الجديدة التسكية أسرع وسيلة مواصلات في العالم ما تزال التسكية إحدى أهم وأسرع وسائل توظيف في العالم وذلك شيء طبيعي كونها صادرة عن شخص نتق به وإلا لما كنا طلبناها منه أصلا وكتجربة شخصية لا أذكر أنني قدمت تسكية حول شخص إلا وتم توظيفه من قبل أصدقائي من أصحاب الشركات قد يعتقد البعض أن التسكية هي نفسها الواسطة ولكنهما أمران مختلفان فالأخيرة هي مجرد وسيلة ملتوية لفرض موظف غير مؤهل على الشركة في حين أن التسكية هي توصية صادرة عن وسيط ثقة بحق شخص آخر يراه مناسبا ومؤهلا للعمل في شركة لديها شاغر مناسب لإمكانات ذلك الشخص التوصية ليست بالأمر الصعب أو المستحيل فمن أجل أن تحصل على واحدة كل ما عليك فعله هو امتلاك بعض المهارات في التواصل والتسويق ذاتي تكلم حتى أراك يوجد حكمة رائعة جدا لسقراط يقول فيها تكلم حتى أراك أي تحدث فيما تملكه من معرفة وخبرة حتى تلفت النظر إليك وإلا فأنت بالنسبة إلى الناس الآخرين مجرد صنم أو شخص غير موجود الأمر نفسه ينطبق على تسويقك لنفسك داخل شبكات التواصل الاجتماعي فمن المهم جدا أن تعكس معرفتك وخبراتك بشكل دائم وأن تنشرها على العلن كي يراك أصحاب العمل أو أشخاص مثلي من أجل تسكيتك فما الفائدة من كونك أفضل رسام في العالم ولوحاتك حبيسة غرفتك لا يراها أحد سواك بكل تأكيد هناك طرق كثيرة كي تسويق لنفسك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي فعلى سبيل المثال للحصر يمكنك القيام بالآتي مساعدة الناس على حل مشكلاتهم المرتبطة بمجال تخصصك وخصوصا في مجموعات فيسبوك تقديم الدورات التدريبية لمتابعيك والخروج إليهم بفيديوهات بث مباشر وغيرها من الطرق المجانية المتاحة تقديم المعلومة إليهم بأسلوب بسيط ومرح على الرغم من بساطة الأمر ترى البعض مع الأسف بخيلون جدا في مشاركة معلوماتهم مع الآخرين فهم يعيشون حالة من النرجسية ويعتقدون بأنهم الأفضل في مجالهم قد يكون ذلك صحيحا لكن ما الفائدة منه؟ إذا كنت ترغب بالبحث عن وظيفة فلا بأس أن تحتفظ بمعلوماتك وخبراتك حبيسة السيرة الذاتية أما إذا أردت أن تبحث الوظيفة عنك فتكلم بصوت مرتفع قليلا حتى تجد طريقها إليك متى آخر مرة تواصلت معي؟ من فترة ليست بالبعيدة تواصل معي صديق من أيام مراهقة يبحث عن فرصة عمل في دولة قطر لقد فاجأتني رسالته تلك فطوال العشرين سنة الماضية لم يتواصل معي أبدا حتى ولو بأعجاب على صورة حاولت جاهدا مساعدته ولكني لم أستطع إلا أن أصفه بأنه شخص انتهازي طالما أنك فعال من خلال شبكات التواصل الاجتماعي فأنت فعليا موجود ضمن حفلة كبيرة المجاملات والكلام اللطيف هي جزء رئيس من طقوسها وعاداتها لا أحد يثق بشخص يقف خلف الستارة ليتلصص أو يسترق النظر إلى المدعوين إذا أردت مساعدة من شخص ما فاسأل نفسك السؤال الآتي متى آخر مرة تواصلت معه؟ وهل كنت لطيفا بما فيه الكفاية؟ التواصل الفعال لا يحتاج وصفة سحرية فقط بعض الخطوات والتكتيكات البسيطة تواصل مع الشخص وناقشه حول آخر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي اقترح عليه فكرة أو كتابا أو شيئا يثير اهتمامه كن حاضرا في منشوراته من خلال التعليق عليها أو الإعجاب بها قم بالتوصية به في منشورات الآخرين قم بتهنيئته أو بالتعاطف معه في مناسباته السعيدة والحزينة قد يعتقد البعض أن هذا نوع من التملق ولكنه ليس كذلك إنه نوع من الأتيكيت الاجتماعي الذي نمارسه كل يوم في حياتنا الطبيعية مع أصدقائنا وعائلاتنا وزملائنا في العمل جهز حقيبة سفرك عندما تسافر من بلد جوه حار مثل دولة قطر إلى بلد آخر ذو مناخ بارد مثل دولة ألمانيا فإنك تضع في حقيبة سفرك أهم حاجياتك التي تستطيع استخدامها في وجهتك المقبلة قد تتخلص من بعض الملابس والأحذية ولكنك بالمجمل ستحتفظ ببعض الأشياء كالهاتف المحمول والمجوهرات وإلى آخره الأمر نفسه ينطبق على سيرتك المهنية فعندما تنتقل من مجال عمل إلى آخر فسوف تحتاج إلى توضيب مهاراتك القابلة للنقل وأخذها معك أذكر عندما انتقلت من عالم كرة السلة إلى عالم الإدارة والتسويق كيف حملت معي مهارات مثل دقة ملاحظة والتعامل مع العقليات الصعبة والعمل تحت ضغط الوقت جميعها مهارات تعلمتها واكتسبتها أثناء احترافي لكرة السلة بلا أدنى شك بعض المهارات قد تتخلى عنها ولكنك بالمجمل تستطيع نقل أغلبها معك أو العمل على تطويرها وتحديثها عدا تلك الجديدة التي يجب أن تتعلمها بناء على متطلبات عملك الجديد كل ما عليك فعله هو رسم خريطة المهارات التي تتطلبها الوظيفة الجديدة وتحديد ما تملكه منها وما تحتاج إلى تطويره وفق الجدول الآتي مسيرتك المهنية المجال الأول الوظيفة الأولى الوظيفة الثانية الوظيفة الثالثة المهارة الأولى المهارة الثانية المهارة الثالثة المجال الثاني كما السابق المجال الثالث أيضا كما السابق جدل بيزنطي تشبه نقاشات الباحثين عن عمل حول متوسط الرواتب في سوريا تلك التي كان كهنة القسطنطينية يتداولونها أثناء حصار محمد الفاتح لهم كم عدد الملائكة التي تقف على رأس دبوس الجميع يعرف أن متوسط الرواتب في سوريا قليل جدا ولا يكفي لتغطية متطلبات المعيشة ولكنها كذلك في كل من مصر والهند والفلبين وباكستان ومع هذا يرحب قاطنوتك البلدان بأي فرصة عمل عن بعد لأنها فرصة للإحتكاك بالآخرين والتشبيك معهم وتحسين دخولهم حاليا بهدف طلب راتب أعلى مستقبلا دعني أخبرك سرا إن أصحاب الشركات يرغبون بتوظيف شخص من داخل سوريا ليس لأنه الأفضل في العالم بل لأنه يمتلك مهارات جيدة مقارنة براتبه المنخفض ولو علم أصحاب الشركات أن رواتب الموظفين في دولة ثانية أدنى من أقرانهم في سوريا لوظفوهم مباشرة فقانونهم المقدس هو كيف نستطيع توفير دولار واحد لصالح جيوبنا ليس مطلوبا منك الغضب ولا الشكوى حيال ما قرأته فإذا كنت فعلا تمتلك مهارات عالية المستوى وأفضل من منافسك في الهند أو واكستان فلا تقلق أبدا لأن الراتب الذي تريده سيجد طريقه إليك وليس العكس الحجج الغبية مثل راتب يعادل نصف راتب موظف لشركة في دولة الإمارات أو محاولة طلب عشرة أضعاف راتبك في سوريا لمجرد أن الشركة مقرها في المملكة العربية السعودية هي مجرد مقولات وأفعال خاصة بقاطعي الطرق ولا تليق بك عندما تأتيك فرصة عمل من الخارج أطلب فقط الراتب المناسب لمجهودك ومهاراتك كن واقعيا ومنطقيا لأنك في النهاية ومهما حاولت محكوما بالمنطقة التي تعيش فيها والجنسية التي تمتلكها تذكر أنها وظيفة أو مشاريع مؤقتة عن بعد لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر هي ليست حكما مؤبدا بل فرصة لاكتساب الخبرة وجعل ملفك الشخصي مليئا بالمشاريع العظيمة التي تعطيك القاعدة الثابتة لمفاوضة أرباب العمل وطلب راتب أعلى فيما بعد تذكر وظائف اليوم أشبه بالسلع محكومة بقانون العرض والطلب طالما أنك تمتلك مهارات مطلوبة ونادرة فراتبك حتما مرتفع والعكس صحيح خزينة المهارات الجانبية أكثر ما كان يثير السغراب وأنا صغير العدد الهائل من قوارير المكدوس والزيتون الموجودة في كل بيت أزوره حتى يكاد لا يخلو بيت سوري منها كبرت وعرفت لاحقا أنها نتيجة للحروب وللإطرابات المستمرة التي كانت تعصف بالمنطقة ونتيجة انقطاع المواد الغذائية عن الأسواق لفترات طويلة لذا تطور لدى أجدادنا عادة تخزين الطعام بهذه الطريقة والتي تسمى الموني للمساعدة على بقائهم وأطفالهم على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة ريثما تعود الحياة الطبيعية كما كانت نحن نعيش اليوم بطريقة نفسها في منطقتنا العربية فهي تعاني حروبا وأزمات اقتصادية ومالية طاحنة لا ترحم أحدا حيث أن فرص العمل فيها تكاد تكون نادرة ومن أجل البقاء على قيد الحياة يتوجب علينا أن نحذو حذو أجدارنا وأن نخزن لأنفسنا بعض المونة من المهارات الجانبية والتي من شأنها أن تساعدنا على الاستمرار في سوق العمل عندما كنت لاعبا محترفا في فريق كرة السلة كان لدي راتب عال ومدرسة خاصة لتعليم كرة السلة وكانت فكرة انهيار كل ذلك شبه مستحيلة ولكنها حدثت في نهاية المطاف ولو لم أكن قد استثمرت جزءا من وقتي في تطوير مهارتي في الإدارة والتسويق لكنت اليوم عاطلا عن العمل تلك الاستثمارات الجانبية في تطوير ذاتي هي من حمتني وأمنت لي فرصة عمل محترمة في دولة قطر وهي نفسها التي حمتني مرة ثانية بعد أن أضفت إليها مهارات جديدة في الانتقال إلى وظيفة الجديدة تطويرك لبعض المهارات الجانبية لا يتطلب الكثير من الوقت أو التفرغ الكامل فكل ما عليك فعله هو أن تستثمر على الأقل ساعة واحدة من وقتك يوميا في تعلم مهارة أو أداء تمنحك قيمة إضافية كباحث عن عمل على سبيل المثال تستطيع تعلم التصميم وإذا كنت لا تمتلك الوقت الكافي لذلك فتعلم على الأقل بعض أدوات التصميم مثل برنامج فوتوشوب أقوم شخصيا بتخصيص ساعة صباحا للتعمق أكثر في مجال التسويق وساعة أخرى مساء لتطوير مهاراتي في البرمجة صحيح أنني والحمد لله أعمل ولدي مشاريع خاصة ولكني أيضا أعيش في منطقة تعد فيها رؤية البجعة السوداء تحلق فوق رؤوسنا أمرا متوقعا كل بضعة سنوات وإن مصطلح البجعة السوداء يشير إلى حدوث أمور من المستحيل توقعها لا تدفن نفسك حيا للأسف لم يعد نموذج التعلم العجوز في جامعاتنا متناسبا مع رشاقة سوق العمل الحالي فقد كانت جامعاتنا تهيئنا للعمل في مجال أو قطاع واحد فقط مثل المحاسبة أو التسويق أو التصميم إلى آخره ولكن أصبح شائعا اليوم التنقل من مجال عمل إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى بسبب تقلبات سوق العمل وظهور أو اختفاء بعض القطاعات خذ على سبيل المثال مهنة الصحافة التي كانت في تسعينيات القرن الماضي مهنة محترمة ومطلوبة على نطاق واسع ثم أخذت مع بداية الألفية تتقلص وتنحصر في مجال الصحافة الإلكترونية قبل أن تضع شبكتات تويتر وفيسبوك المسمار الأخير في نعشها إذا أردت أن لا تدفن حيا جهز نفسك للعمل في مجالات مختلفة حدد قطاعا أو اثنين تستمتع بالعمل فيهما ولديك القدرة على تطوير نفسك من خلالهما وابدأ بتعلم المهارات المطلوبة لإتقان أساسياتها عادة ما يعرف هذا النموذج بنموذج M أي أن تتخصص في مجالين أو ثلاثة مجالات مع وجود ارتباط فيما بينهم بشكل أو بآخر ليس مطلوبا منك احتراف جميع المجالات يكفي أن تحترف مجالا واحد وأن تمتلك معرفة متوسطة في مجال آخر وتفهم أساسيات مجال ثالث هذا المخطط يظهر نموذج المهارات المطلوبة في المستقبل Shaped Skills أنت مجرد بقرة حلوب دعك من جميع الكلمات الأنيقة والمهذبة التي تقرأها في إعلانات التوظيف وعقود العمل واسمع مني هذه الحقيقة القاسية أنت بالنسبة إلى الشركات مجرد بقرة حلوب طالما أن إنتاجيتك من الحليب يتجاوز خمسة أضعاف تكلفة إطعامك أي الذي هو راتبك سيستمر صاحب العمل بالاعتناء بك وتقديم الاهتمام إليك ورعايتك لكن وفي اللحظة التي يقل فيها عطائك ستكون سكينة الإقالة مسلطة على رقبتك من خلال رسالة واتساب على هاتفك المحمول ليس مطلوبا منك أي ردة فعل سواء بالحزن أو بالغضب فقط استوعب تلك الحقيقة وحاول أن تتعايش معها لا تتوقع أي زيادة في راتبك أو تقديم أي تعويضات إليك طالما أنك لا تحقق لصاحب العمل أي فائلة أو مدخول إضافي يوازن هذه المعادلة أعتذر لقصوة ما ذكرت ولكن هذه هي الحقيقة نصائح أخيرة يموت جدك مرة واحدة في العام لا يوجد سبب لنعيه في كل مرة تريد فيها الحصول على إجازة من العمل ثانيا كتابة سيرتك الذاتية بشكل احترافي هو أمر هام لكن ليس سببا حاسما في توظيفك ثالثا شبكة علاقاتك الشخصية والمهنية أهم بكثيرا من خبراتك ومهاراتك رابعا صفحتك على فيسبوك وحسابك على إنستجرام أهم من سيرتك الذاتية خامسا توصية من شخص وسيط تعادل ألف مقابلة عمل سادسا في العمل عن بعد وأيضا في منطقتنا العربية لا يوجد شيء اسمه أمان وظيفي سابعا اطلب راتبا مناسبا لإمكانياتك ومهاراتك ولا تطلب راتبا مبنيا على مستوى رواتب دولة صاحب العمل ثامنا لا تترك شركتك الحالية إلا عندما تحصل على زيادة راتب مقدارها 35% من شركتك الجديدة تاسعا وجودك في دولة ذات مستوى رواتب مخفضة ميزة لصالحك عاشرا حدث باستمرار نظام تشغيل عقلك كما تحدث نظام تشغيل جوالك شكر خاص للصديق الغالي محمد منير عكو الذي لولا مساعدته اللغوية والفكرية لما أفصر هذا الكتاب النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر